بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصر المسلين مرحبا بكم مرة أخرى دائما مع البرمجيات المتعلقة بالجوجيبرا أخطرف عليكم اليوم هذه البرمجيات المتعلقة بالرباعيات الرباعيات التي يتم تدريسها في السكت الثانواليدي وبخصوص السنة الأولى الرباعيات التي نتحدث عنها طبعا هي المتوازي الأضلع وبالشكل الخاص نتحدث عنها المستطير المعين ثم المربع انتلاقا من هذه البرمجيات سيتمكن التلميذ من التعرف على هذه الرباعيات مثلا هذا الشكل هنا تقوم البرمجيات بتوليدها بشكل عشوائي هذا الشكل الذي أمامنا نحن مطالبون بتحديد طبيعتها لذي نقوم بتحديد طبيعتها ما هي طبيعات هذا الرباعي المتواجد أسفاله بطبيعة الحال هذا الرباعي هو عبارة عن متوازي الأضلع قطره يتقطع عنه في نفس المنتصف كما تلاحظون فهو متوازي الأضلع عندما نضغط على البرمجيات هنا هذا الزر كما تلاحظون عندما أضغط عليه فإنني أتمكن من انتقال من اسم إلى آخر مثلا هنا سأقوم بتأشير على البرمجيات فقط وسنضغط بعد ذلك على فاليد عندما نضغط على فاليد ستظهر هذه الرسالة هنا تخبرنا بأن الجواب كان جوابا صحيحا وبذلك سنحصل على نقطة سنقوم بتوليد سؤال جديد نوفي الكيستيون هنا سيتتقل العداد من كيستيون رقم واحد إلى كيستيون رقم جوج هذا الدزيام كيستيون لاحظوا معي هنا حصلت على شكل جديد وهو عبارة كذلك عن متوازي الأضلع يكفي هنا الضغط على الزر فاليد سننتقل إلى سؤال آخر وتلاحظون بأن الوسكو هنا انتقل من واحد إلى إثنان حصلنا على جواباني وكان بطبيعة الحال صحيحاني معا هذا الشكل الذي أمامنا هو عبارة عن مستطير كما تلاحظون لديه زاوية قائمة هنا في A وبالتالي سنقوم بالتحول عبر هذه الأزرار إلى غيكة ثم نضغط على فاليد سنحصل على نقطة جديدة وبذلك سيكون مجموع النقطة التي حصلنا عليها هو ثلاثة سنقوم بتوليد الآخر هذا الربع مثلا أمامنا هو عبارة فقط عن متوازي الأضلع لذلك ليست هناك حالة خاصة هناك متوازي الأضلع فقط سنضغط على فاليد وبذلك سنحصل على نقطة إضافية أربع نقطة هذا الشكل الذي يظهر أمامنا بطبيعة الحال هو عبارة عن مربع سننتقل من بغريروغان ثم نحصل هنا على غيكة ثم كذلك نحصل على المربع ونضغط على فاليد ستظهر الرسالة تخبروني بأن الجواب جواب صحيح ثم ينتقل الوسكو من أربع إلى خمسة سنقوم بتوليد السؤال إضافي مثلا هذا الشكل الذي أمامنا هو عبارة عن معين قطره كما تلاحظون هنا متعمدة ستن لزنج سأضغط على لزنج ثم فاليد سأحصل على نقطة إضافية 6 نقطة السؤال السابع عبارة عن متوازي الأضلع فقط كما تلاحظون السؤال الثامن سأقوم مثلا بالضغط عشوائيا أو سأقوم باختيار سؤال جواب خاطئ سأقوم بتوليد سؤال جديد سؤال إضافي هذا الشكل الذي أمامنا هو عبارة عن معين ستن لزنج ثم نضغط على فاليد بطبيعة الحال سينتقل الوسكو من 7 إلى 8 إذا أردنا مثلا إعطاء الفرصة لتلميذ آخر يمكننا أن نضغط على هذا الشكل لاحظوا عندما أضغط على الشكل فإن العداد سينتقل من 9 إلى 1 والوسكو سينتقل من 8 إلى 0 أتمنى أن تنال إهجابكم هذه البرمجية وإلى برمجية مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر